من جانب آخر علشان تبقى أنت برضو شايف اللي بيحصل في الموقف كله على بعضه هل توقفت المساعدات المصرية إطلاقاً ولا أنت توقف؟ وبتستمر أو بيستمر تدفق المساعدات الغذائية إحنا إمبارح دخلنا مساعدات ومهمات طبية النهاردة بدأنا ندخل المساعدات الغذائية أيضاً وتم فتح المنفذ من الجانب المصري وبالتوافق علشان نقدر نعدي المساعدات بتاعتنا لقطاع غزة وبالفعل أدخلنا حوالي 40 شاحنة مساعدات النهاردة غير المساعدات بتاعت إمبارح غير المساعدات اللي هتستمر بالتدفق بكرة بإذن الله إذن اللي أنا بقوله لك بالمناسبة دي واحدة من الشاحنات اللي بتوصل كمان للوقود لقطاع غزة لأنه الغرض الرئيسي في إيصال الوقود المصري إلى غزة إن أنا أخلي المستشفيات بتاعت غزة شغالة إحنا بنتكلم لحد مبارح إنه كنا قابق أو سين أو أدنى من إنه حتى خزنات الوقود اللي بتدور المولدات قرر بتفضل وساعتها كانت تتبقى المصيبة بحد ذاتها مستشفيات مش شغالة ومصر قدرت بما لها من ثقل وقدرات مصر وقدرات الرئيس المصري على وضع المزيد من الضغوط علشان نقدر نوصل الوقود للمستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة نوصل المساعدات الغذائية لقطاع غزة نوصل المساعدات والمهمات الطبية لقطاع غزة يبقى خليك دايما عندك يقين وبالمناسبة ده قدام على مرأة ومسمع من العالم كله مصر تقدر تعمل اللي هي عايزة في أي وقت